موسيقى السلام عليكم في الرابع عشر من يونيو الماضي وصل الرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غياب تجاوز عاما ونصف في العاصمة السعودية الرياض عودة الرئيس هادي إلى عدن حركت المياه الراكدة على جميع الأصعدة فهناك منذ اليوم التالي بدأ الرئيس اجتماعاته مع قيادات أجهزة الدولة المختلفة الجيش، الأمن، القضاء، السلطة المحلية وعكست هذه الاجتماعات حضورا لهيبة الدولة في عدن وقبل أن يلتقي الرئيس بالمبعوث الأممي في العاشر من يوليو الجاري في قصر المعاشيق كانت وسائل إعلام سعودية قد أعلنت أن هذا اللقاء سيعقد في الرياض ما يعكس أن الرئيس هادي تلقى ضغوطا من قبل التحالف لمغادرة عدن والعودة إلى الرياض لكن الرئيس هادي يبدو أنه مصر على البقاء في عاصمته ليضع التحالف في موقف محرج ما بين الموقف الرسمي الذي يظهر دعمه لهدي وشرعيته وبين الموقف على الأرض الذي يقوض الحكومة ويضعف سلطتها على الجانب الآخر كان موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من عودة الرئيس إلى عدن متسقا مع ما بدأ أنها توافقات بين هادي والإمارات لكنه تغير بعد ذلك حيث صعد الانتقالي من حدد انتقاداته للشرعية وهدد بطردها في الوقت المناسب بحسب تصريحات رئيسه عيدروس الزبيدي ما ينبئه بأن شهر العسل أوشك على الانتهاء وأن الإمارات تريد إعادة الأوضاع إلى السابق عهدها قبل زيارة الرئيس هادي الأخيرة إلى أبوظبي وهنا يتساءل الكثير لمصلحة من مغادرة الرئيس هادي عدن وهل سيرضخ الرئيس لضغوط أبوظبي والرياض أم سيتكي على الارتياح الشعبي الواسع لعودته ومحاولته ضد أداء الحكومة الشرعية من الداخل هل كانت مصالحة أبوظبي للرئيس هادي من أجل ملف الحديدة فقط وهل المجلس الانتقالي هو الكرت الذي تستخدم الإمارات وفقا لمصالحها حتى لو كان على حساب أهداف التحالف العربي المعلن عنها في اليمن هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها مع ضيفي من عدن نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح ومن فرنسا الكاتب والناشط السياسي فؤاد عامر أرحب بضيفي الكريمين وأبدأ بالسؤال المشترك مع السيد منصور صالح من عدن سيد منصور بداية السؤال المشترك لماذا يراد إخراج الرئيس هادي من عدن السؤال لي أستاذ بشير؟ نعم لك أستاذ منصور عفوا ممكن تعدي السؤال لأنه الصوت كان لماذا يراد إخراج الرئيس هادي من عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا أستطيع أن أرد على السؤال ربما ليس هناك ما يدعمه على أرض الواقع الجميع هنا متفائلون قدا بعودة الرئيس هادي كان الأشقاء كما قال في تقليلكم الأشقاء في دولة الإمارات هم سهلوا كثيرا عودة الرئيس ووفروا الإمكانات التي يحتاجها ومنها الإمكانات الأمنية للعودة وتأمين عودته في عدن حتى المجلس الانتقالي الجنوبي رحب عودة الرئيس هادي وهو متفائل كثيرا بهذه الخطوة على الأقل هنا ننظر إلى عودة الرئيس هادي اعتبارها بوابة أو مفتتاح لخطوات قادمة لفك ارتباط الرئيس هادي بجماعة الإخوان التي كانت تحاول السيطرة على اختطاف شرعية الرئيس هادي إثناء إقامته في الرياض وتسخير هذه الشرعية لمصلحة تمرير مشارعها الخاصة وهو ربما ما كان سببا في نشوء خلافات ربما ظهرت للعالم خلال الفترة الماضية بين الرئيس هادي والاشقافي التحالف وتحديدنا دولة الإمارات وإيضا الرئيس هادي وقوات المقاومة القنوبية والمجلس الانتقالي القنوبي ونحن نتحدث عن الخلاف مع الشرعية فنحن لا نتحدث عن شخص الرئيس هادي لكننا نتحدث عن الشرعية المختطفة التي يحاول بعض اختطافها وتسخير سلطة بؤسسة الرئاسة واسم الرئيس هادي لتمرير مشارع تناهض طموحاتنا وتناهض أيضا أهداف التحالف العربية نتفي بهذا القدر نفس التساؤل لأستاذ فؤاد عامر من فرنسا أستاذ فؤاد برأيك لماذا يراد إخراج الرئيس هادي من عدن؟ نعم بداية سمعنا هذا الخبر قبل أيام بأنه سيلتقي المبعوث الأممي في داخل الرياض لكن الذي حصل هو أن المبعوث الأممي في الأخير هو الذي يقى لا نستطيع حتى اللعظة أن نقول أن الرئيس هادي هو ما تسرب من بعض الأخبار أنه مصر على التواجد دائما في داخل عدن وهادي هو في الأخير من حقه أن يخترى الجغرافية التي يريدها هذه هو آخر رمزية للدولة اليمنية أو للوجود اليمني وكل الكيانات الموجودة الآن كلها مشاريع هو الوحيد الذي لديه مشروع فيما يتعلق بمستقبل اليمن القادم في مقابل كل المشاريع الأخرى بلا استثناء إذا أتينا هناك مشروع السلالة العنصرية موجودة في داخل الشمال ترفض هادي هناك الحراك الجنوبي الذي قزم الجغرافية اليمنية ويريد يعيش أوهام الدولة المستقلة في ظرف إقليمي ودولي ومحلي أيضا غير مؤات وهناك أيضا جز من حزب الإصلاح قبلي أو عسكري يحاول أن يختطف الشرعية اليمنية وأن يتلبس مثل ملقان في شخصية الشرعية اليمنية وأن يقدم نفسه كمدافع عن الشرعية وهو متلبس فيها ومخترق لها وهناك أيضا مشروع يتعلق ببقايا أسرة صالح التي حاولت أن توقزم اليمن أيضا كمشروع سلالة وأن تورث اليمنين كغنم إذن كل هذه المشاريع الموجودة كلها مشاريع مناقضة وكلها مشاريع تناقض مشروع هذه الذي له الرؤية واضحة فيما يتعلق المستقبل استنادا إلى مخرجة الحوار الوطني واستنادا أيضا إلى مسودة الدستور التي يحاول الكثير الآن من خلال الكيانات الموجودة والكيانات الموازية ومن خلال أخطاء أطراف اللعبة السياسية الموجودة في داخل الجمال أن يحاول إضعاف هذه من بين هذه الفوضى كلها أي حاول هادي أن يخرج لنا يمنا خالصا من بين فرث ودمن سائغا لليمنين نعم طيب أستاذ منصور صالح ذكرت نقطة في غاية الأهمية أن المجلس الانتقالي مستبشر بالخير من عودة الرئيس هادي وهناك ارتياح وتأييد من المجلس الانتقالي لعودة الرئيس هادي لإصلاح كل الاختلالة الحاصلة في عدن لكن ما نراه على الواقع بأن هناك تصعيد ضد الحكومة شرعية وضد الرئيس وبدأ ذلك واضحا من خلال تصريح رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بطرد الحكومة في الوقت المناسب وأن القوة هي بيدهم ويملكون كل شيء نعم نحن نفصل بين شرعية الرئيس عبد الربو منصور هادي والحكومة في منوقات نظرنا الحكومة لا تتمتع بأي شرعية إن كنا نتحدث عن شرعية الرئيس الهادي فهو لم يكن قد انتخبه في فترة من الفترات في القنوب لكنه الرئيس الشرعي لليمن وهو الرئيس الشرعي الذي قاء لأجله التحالف أو بدعوة منه قاءت قوات التحالف العربي لكن ما يتعلق بالحكومة حكومة حمد عبد بن دغر نحن ننظر إليها أولا إلى كونها حكومة غير شرعية باعتبار أن الشرعية هي لحكومة الرئيس أو نائب الرئيس السابق رئيس الحكومة خالد بحح وليست لحكومة أحمد عبد بن دغر أحمد عبد بن دغر ومؤضم أعضاء حكومة كانوا جزء من مشروع الإنقلاب أليست هذه الحكومة مشكلة من الرئيس عبد ربو منصور هادي الشرعي ولا يمكن فصل شرعية الحكومة عن شرعية الرئيس هي شرعية واحدة وهي منظومة متكاملة لا إطلاقا نحن كنا نقول أنه تفاءنا خيرا بعودة الرئيس هادي إلى عدن لفكر طباطه بالقوى التي حاولت اختلاف شرعيته وما تم في الرياض بإقالة حكومة خالد بحح وتعين أحمد عبد بن دغر وعلي محسن لحمر كان جزء من الإنقلاب على الشرعية وباستخدام اسم الرئيس هادي لذلك نحن كنا نقول دائما نحن مع الرئيس عبد ربو منصور هادي ومع شرعية الرئيس عبد ربو منصور هادي طبعا بما لا يتعارض مع أهداف ومع طبوحات شعب القنوب لكننا لن نكون أبدا مع حكومة فاسدة حكومة هدفها الأول والأخير استهداف انتصارات المقاومة القنوبية والالتفاف عليها التآمر على قضية شعبنا أما حاولة تدمير حتى وعي الناس وتفكيرهم ومحاولة إثارة الفثان في داخل الشارع القنوبي نحن من يلمس حجم العبث الذي تمارسها هذه الحكومة ليس في مستوى عجزها وفشلها في إدارة ملف الخدمات وفي دفع معاشات الناس وفشلها في القانب الأمني ولكن أيضا نلمس منها ما هو أسوأ من ذلك من خلال حتى تدمير السلوك العام من خلال تقنيد وتسخير آلاف الدباب الإلكتروني والناشطين والإعلامي لسؤال الانتصارات وحتى لألعبات بالنسيق الاجتماعي في داخل الجنوب إذا كان كما قلت أستاذ منصور لماذا وقت عودة الرئيس هادي سمعنا كل الارتياح والتأييد من المجلس الانتقالي وأيضا كما تحدثت أنت سابقا لكن بعد أن حصل ربما هناك بعض الاختلاف مع الرئيس مع الحكومة بدأ المجلس الانتقالي يصعد من خطابه ويهدد لماذا لم يكون هذا التهديد من اليوم الأول لوصول الحكومة إن كنتم صادقين موقف المجلس الانتقالي لم يتغير من هذه الحكومة وهو ممتد لنفس الموقف الذي أعلن عنه في 21 من يناير يوم أن أمهل الرئيس مهلة أسبوع لإقالة الحكومة وكما قال الرئيس عيد الروس قاسم عبد العزوبيض يحفظه الله أن نحن عدنا في يوم الثامن والعشرين ويعرف الناس الجميع من أين عدنا وإن كنا سنكون لو لا تدخل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لكن الذين كانوا هم ضامن على الطرفين بتسوية الأوضاع وإقالة هذه الحكومة أستاذ منصر ربما الآن المشاهد الكريم هناك لبس بالنسبة للمشاهد الكريم عندما يسمع كلامك الرئيس هادي من تقصد؟ الرئيس هادي لحظة تقول الرئيس هادي ولحظة تقول الرئيس عيد الروس الزبيدي من هو الرئيس الشرعي بالنسبة لك أنت؟ بالنسبة لنا الرئيس عبد الربو منصور هادي هو الرئيس اليمني ورئيس القمهورية اليمنية التي ما زلنا جزء منها في إطارها لكن حين نتحدث عن الرئيس عدرس قاسب الزبيدي فهو الرئيس المفوض شعبية لرئاسة المجلس الانتقالي القنوبي الممثل الشرعي وربما الأبرز للقضية القنوبية ونحن نقول الرئيس البوتل الشرعي فنحن لا نحتكر التمثيل لكننا نتحدث عن المجلس الأكثر تفويضاً وحصولاً على التأييد الشعبي لحامل القضية القنوبية وأن يكون رافعاتها السياسية أستاذ فؤاد عامر إذن سيد منصور صالح يقول بأن المجلس الانتقالي هو ضد الحكومة الشرعية ولا يعترف بهذه الحكومة لكنه متفق تماماً ويعترف تماماً بشرعية الرئيس هادي ما رأيك؟ نعم هي واحدة من التناقضات الكثيرة جداً التي رأيناها من فصيل الحراكة الجنوبية سواء أن تقبل شرعية هادي ولا تقبل أن يمارس مسؤولياته الدستورية والقانونية في الأخير حكومة بن داغر أو الحكومة الموجودة في داخل عدن أو في الرياض هي بالأخير جاءت بتعيينات منظم مسؤوليات الرئاسة الجمهورية ومتمثلة بشخص هادي فكيف تقبل الرئيس هادي ومتقبل أن يمارس مسؤوليته وهذا تناقض في الخطاب من ذلك تناقضات كثيرة أيضاً مثلاً كانوا يرفعون مسألة التحرر مثلاً من أي وصية شمالية لكن في الأخير يستضيفون مثلاً قوات طارق أقريب ابن أخو الرئيس السابق في الأخير هذا كله محاولة تبرير لإنشاء كيانات موازية لكيانات الدولة يعني هم يحاولون التلاعب بهذه الألفاظ لكي يتم الاحتفاظ بجزء من الكيانات العسكرية التي توازي الكيانات التي مفترض أنها تخضع للرئاسة ما هي المشكلة سيد فؤاد ما هي المشكلة بأن يتم استقبال طارق صالح ما دام هناك يعني التفاف من أجل هدف واحد وهو مقاتلة ميليشيات الحوثي مشكلة طارق صالح أنه لم يعترف حتى الآن بمشروعية الدولة اليمنية نحن لسنا في زمن داحس ولغبرة حينما يقاتل طارق صالح من أجل فقط أن ينتقم لعمه نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين لا بد أن يكون الحرب تحت راية وطنية تحت المشروعية معينة وبالتالي يجب أولاً أن ينخرط تحت هذا المسمى وتحت هذه المشروعية أي حرب أخرى لا تنطوي تحت هذا العنوان وتحت المشروعية ووفقاً أيضاً للتفسير الدولي ووفقاً أيضاً لتكيف العالم من خلال قرارات الأممية فيما يتعلق بالحالة اليمنية أي محاولة حرب طارق صالح يريد أن يحارب بانتقام لعمه الحراك الجنوبي يريد أن يحارب فقط من أجل جغرافية معينة المشروع المناطقي القاعدة أيضاً حتى تحارب الحوثي لكن تحت راية أخرى ليست تحت راية وطنية وليست تحت راية ومشروعية الحراك الجنوبي وقيادات الحراك الجنوبي خلال العام الماضي استطاعوا أن يودهوا ضربة قوية جداً يعني هما في الأخير هما قوضوا مشروعهم الأساسي وهو القضية الجنوبية حين قاموا بالتحالف مثلاً مع هذه القوة مثلاً مع قوة طارق صالح لأنهم استطاعوا أن يضربوا أخلاقية الحراك الجنوبي الذي قام منذ 12 سنة حين قاموا بالتحالف مع من قام باكتياح الجنوب سابقاً ومن ساهم أيضاً في اقتحام الجنوب في عام 2015 وبالتالي القيمة النضالية القيمة الأخلاقية التي بني عليها الحراك الجنوبي أساساً تم تدميرها معنوياً بالتصرفات حين تم استضافة هذه القواء ومعسكرات طارق صالح لداخل العدن وحين أيضاً يقوم الحراك الجنوبي برفض شرعية هذه كما يسموها يتلاعبون الآن بشكل أو بآخر أو بالحكومة وبالتالي هنا الحراك يتناقض مع نفسه وهذا سيقود في الأخير هي تحصيل حاصل هذا سيقود إلى تخلي الناس وقد بدأوا فعلاً هناك وجود كيانة أخرى رأوا أن ما يقوم بالحراك الجنوبي هو خيانة لدماء الشهداء خيانة للذين تم سرحهم في الجيش خيانة للتاريخ للأساس الفكري والذيني والأخلاق الذي قام عليه الحراك الجنوبي ماذا تبقى فيه؟ قاسم الزبيدي وهالي بن بوريك وقياة الحراك حين رموا كل سلة بيضهم مع الإمارات العربية المتحدة وأصبحوا مجرد أدالي ومارست الضغط للحكومة الشرعية تم نسيان كامل لقضيتهم الأساسية وهي قضية عادلة للقضية الجنوبية لكن بأدوات وآليات وتقنية فاسدة نعم أستاذ منصور كيف ترد على هذا الطرح للأستاذ فؤاد بأن هناك خيانة من قبل الآن المجسل الانتقالي للقضية الجنوبية ولشهدائها ولرموزها أنا أستغرب أن يأتي أحدهم من داخل باريس ولا يمثل القضية الجنوبية بصلاة لأن يتحدث عن الشهداء هؤلاء الشهداء هم أهلنا أنا أخي شهيد وأخالي شهيد والكثير من أهلي وأصدقائي سقطوا شهداء دفاعا في مسيرة الحراك الجنوبي وأيضا في مسيرة الثورة الجنوبية ودفاعا عن عدن عن الجنوب وتحريرها دماء الشهداء هم أمانة في أعناقنا إذن لماذا تتحالفون نعم أستاذ منصور إذن السؤال الأهم إذن لماذا تتحالفون مع من قتل خالك وقتل أخوك وقتل الكثير من شهداء الجنوب نعم نحن في حالة حرب والموقف المجلس الانتقالي الجنوبي إن شئنا نتحدث عن هذا كان موقفا واضحا للغاية وعبر عنه الرئيس عيدروس الزبيدي في فترة سابقة حينما قال سندعموا أي قوة شمالية تحارب في داخل الشمال في اتقاء إسقاط مشروع الحوثي حتى جمعة الإصلاح في فترة من الفترات كانوا يحظون بالدعم من الداخل وحاول الجنوبين وقاتلوا إلى جوارهم جنبا إلى جنب لكنهم لم يكونوا قادرين ولم تكون لديهم النية لخوض هذه المعركة طارق صالح هو علاقته بالتحالف العربي ونحن وطارق صالح والشرعية والرئيس عدرب ومصور هذه جزء من هذا التحالف والقتال في إطار مشروع قتال الحوثي لكن حين يتعلق الأمر في القنوب فلا طارق صالح ولا أحمد عبيد بن دغر هم كانوا جزء من من حارب القنوب وحتى الرئيس هذه إن شئنا أن نتحدث عن طارق صالح فهو كان إلى قوار طارق صالح وإلى قوار علي محسن الحمار في حارب 94 الأمور تغيرت كثيرا على الأرض ونحن الآن نتحدث في مرحلة فيها تتطلب تحالفات معينة لكن هذه التحالفات كانت علاقتنا بالشرعية والرئيس عبد الرب ومصور هذه علاقتنا بالتحالف العربي علاقتنا بالطارق صالح كل هذه العلاقة لن تتقاوز أبداً ولن يسمح أبداً أن تكون على حساب القضي القنوبية وعلى حساب دماء الشهداء طيب أستاذ منصور نطمئن الجميع أن دماء الشهداء هم عنا في عناقنا ولن نسمح ولسنا بحاجة لمن يعلمنا كيف نحافظ على دماء الشهداء وكيف نصونها طيب أستاذ منصور الآن تذكرت نقاط بأنه أنتوا الآن في هذه المرحلة على الأقل في صف الرئيس عبد الرب ومصور هذه والتحالف حتى قتال ميليشيات الحوثي وإخراجها وهو العدو الأساسي بالنسبة للجميع لكن ما نجده على الأرض بأنكم تقفون حجر عثرة أمام قوة هذا التحالف أمام إنجاز أي معركة للتحالف والشرعية ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية وهذا يتعرض مع ما تقول بالعكس إطلاقاً نحن حين نتحدث فنحن نتحدث بمنطقة القوة ومنطقة ثقة بالنفس من يقاتف الحديدة هم الجنوبيون وقوات المجلس أو القوات الموالية أو المؤيد المجلس الانتقال الجنوبي هي من تحمي الحدود وهي من تقاتل حتى في داخل صعدة وتقاتل في الحديدة في حين الآخرون يحاولون تعطيل هذه الجهود كيف يمكن نفهم أن المجلس الانتقال الجنوبي أو قوات المقاومة الجنوبي هي من تعطل معركة التحالف في حين الآخرين هم من يعطل هذه المعركة المجلس الانتقال الجنوبي والمقاومة الجنوبية هم كانوا الحليف الأكثر صدقاً في مشروع في هذه المعركة وفي إطار العلاقة الصادقة والجد مع الأشقاء في التحالف العربي في خوض هذه المعركة وإلا لما كان الجنوبيون يقاتل اليوم في التحيط أبو زرع المحرمي وهيثم قاسم طاهر ولؤي الزامكي ورائد الحبهي كل الشباب وكل الرجال الذين يقاتلون اليوم في الساحل الغربي وعلى مشارف الحديدة هم جنوبيون إضافة للمقاومة التهمية إضافة إلى قوات طارق صالح التي يدفع بها التحالف العربي لتكون رقما في هذه المعركة إذن نحن نقول نحن شركاء حقيقيون فنحن شركاء والتحالف يدرك هذا لكن نتساءل أين من كان يفترض أن يكونهم طرفا في هذه المعركة في معركة مواقع المشروع العوثي أين جبهات نهم؟ أين جبهات صلواح؟ أين الجبهات الموجودة في تعز وفي المناطق الأخرى؟ كل الجبهات أستاذ منصور يعني في فدرة كاس العالم كان الجنوبيون يقترب في الحديدة وكان شباب الإصلاح يشتابعون كاس العالم في داخل جبهات نهم ويقيمون العراس والحفلات الزفاف الجماعية كل الجبهات بتقاتل وتضحي منذ ثلاث سنوات وأعتقد لا يمكن أن نسي لأي جبهة مقابل جبهة أخرى هذا الشيء الذي لا يمكن أن يختلف عليه إثنان كل الناس وتضحيات الناس لا يمكن الاستنقاص منها مهما كان الأمر في نهم هناك آلاف الشهداء سقطوا وتضحيات كبيرة في ميدي في تعز في كل المناطق اليمنية طيب أستاذ فؤاد عامر برأيك لماذا نرى بين الحين والآخر ضغوطات تبحث أو تضغط باتجاه عودة الرئيس هادي إلى الرياض وعدم وجوده في عدن رغم الارتياح الشعبية الكبير والمساند لتواجد الرئيس لعودة مؤسسات الدولة والخدمات نعم هو اسمح لي في بداية أن أعطي تفسير آخر لما يجري حاليا نحن اليمن الآن تبحث عن حل وهذا الحل يجب أن يكون متوافق ما بين أولويات الداخل وأولويات الخارج نحن جزء من هذا العالم وللإقليم وللعالم له تصوره وقراءته الخاصة فيما يتعلق باليمن وبالتالي إذا كانت أولوياتنا نحن في الداخل هي بناء الدولة المركزية الدولة غير المركزية الدولة الفيدرالية مشروع هادي والذي يرفضه بشكل أو بآخر الحراك الجنوبي يرفض هذا المشروع وبالتالي لا نعرف ماذا يريد الحراك الجنوبي بالضبط من خلال معارضته أو من خلال سلوكياته على الأرض لكن إذا كانت هذه أولوياتنا دولة مدنية ودولة غير مركزية دولة فيدرالية قدمت حل فدرالية سياسية بحل متقدم جدا يرضيق مع الأطراف فإن أيضا الخارج له أيضا همومه وهذه الهموم هي تتعلق أساسا بحكم تواجد فصيل معاوية وهو فصيل الإصلاح في داخل الحكومة الشرعية باعتبار أن الإصلاح حاول أن يخترق مؤسسات الدولة الحساسة أيضا مثل الجيش الوطني ومثل مؤسسات كثيرة من خلال التعيينات وهذا ما سبب مخاوف كثيرة لكثير من الفصائل الموجودة في داخل الإيمان ضمنها من حراك القنوبي وبقية الفصائل الأخرى وجميع الأحزاب لديهم تخوف بأن هذه الشرعية أصبحت متلبسة كما قلنا سابقا بأنها مثل القان متلبس فيه ويدعي في الأخير أنه يمثل الشرعية هي معروف تشكيلات معينة محسوبة على طرف معينة في داخل تعز لكن يقول الجيش الوطني مع أنه الجميع يعرف والعالم أذكياء ويراقبون وبالتالي فالحل الأساسي في هذا الاتجاه هو أن تتراجع لإمارات خطوة إلى الخلف وتقبل بأن تدعم بشكل غير مشروع شرعية الرئيس هادي مشروع الرئيس هادي أن تقبل أيضا أن اليمن لن يحكم إلا بمشروع الديمقراطي يستحيل أن اليمن سيقبل عودة سلالة معينة سواء كانت هذه السلالة هي سلالة هاشمية عنصرية أو سلالة كما يقال جمه ملكية سيأتي شخص معين من دولة من دبي أو من أي مكان لكي يحكم اليمن لازم أن تقبل اليمن له تكوينه السياسي الذي لن يقبل أن يكون اليمن له خصائص غير الخصائص الموجودة في داخل الإمارات في داخل دول الخليج إذا كانت الأسر الحاكمة في داخل الخليج لها خصوصيتها مشروعيتها التاريخية بحكم أنها أسر هي التي أسست هذه الدول الحديثة في داخل الخليج فإن اليمن ليس محسوبا على أسر معينة وبالتالي لن يحكم اليمن إلا بمشروع الديمقراطي وهذا ما يقبل أن يستعيبه إخواننا في داخل الإمارات وفي داخل دول الخليج وبالتالي هذا هو أساس التناقض التناقض ما بين أولوياتنا في الداخل وما بين أولويات الخارج الخارج الآن يحاول أن يستخدم يحاول أن يستخدم أدوات معينة لكي يضغط على الرئيس هذه لكي يغير من التشكيل الحالي التي أخترقت بشكل كبير المشروعي لذلك تم التعاون مع الحراكة القنوية باعتباره نقيض للإصلاح تم خلق التعاون آخر مع السلفين باعتباره نقيض للإصلاح تم خلق أيضا من العدم تم تسليح جيوش طارق أيضا ضد تمدد ضد هذه الشرعية التي أصبح لها قراءة معينة أنها متحكم بها من قبل فصيل معين وبالتالي الآن يجب أن الشرعية وحزب الإصلاح أن يقوم خطمة من الوراء أن يدركوا أن المؤسسة العسكرية والأمني ومؤسسات الحساسة هي مثل الهارد هي مؤسسة الهارد يجب أن لا يكون حزبه فصيل معين يعني هو الذي يسيطر معها يمكن أن نستشف من هنا أن نأخذ هنا مثلا التقربة التونسية راشد الغنوشي مثلا رفض أن يكون حزب النهزة مسيطر على داخل الجيش في داخل تونس رفض أن يكون مسيطر على المؤسسات المفاصلة الرئيسية يعني أنها مؤسسة حيادية وهذا الخطأ الذي يقع فيه حزب الإصلاح وبالتالي الحراكة القنوبي إذا افترضنا حسن النية باتقاه مشروعه أنه لا يعارض الحل الفيدرالي ولا يعارض هذه فهو يستخدم الآن كأداة فقط من أجل الضغط على الرئيس هادي لكي يخفف من الهيمنة الموجودة هذه أحد القراءات نعم طيب أستاذ فؤاد لماذا تحملون الإمارات كل شيء الإمارات الآن ربما مؤخرا يعني هناك تقارب كبير مع الشرعية ومع الرئيس هادي كان هناك زيارة للرئيس لأبوظبي أيضا الآن وزيرة التعاون الدولي زارت عدن والتقت بالرئيس ووزيرة داخلية هناك خطوات عملية تصف في الاتجاه بأن هناك توجه حقيقي من الإمارات لتحسين العلاقة مع الشرعية ودعمها إذن لماذا كل هذا التحامل على الإمارات وتحميلها كل شيء وكل مشاكل اليمن لا لا كلامي ليس محسوبا على تحامل على الإمارات أنا أعطيت قراءة أن الخارج له هموم والخارج لا يمكن أن يقبل فصيل معين له تقارب أيديولوجي مثلا مع جماعة العنف وإن كان هو سلميا لكن الفكر الفكر واحد يعني مثلا الدعم فصائل الأخوان المسلمين في داخل سوريا انتهت بدعم قبهات النصر وثم انتهت إلى داعش في تقارب أيديولوجي ما من جماعة الإصلاح في خوف من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي ويجب على الإصلاح أن يقترب أن يكون حزبا يمنيا إصلاح وأن يبتعد عن فكرة فكرة الجماعة كأنها جماعة ما فوق وطنية لها مشاريع لها ارتباطات خارجية هذه هي جزء من هموم الخارج ويجب أن يدركها حزب الإصلاح لكن أيضا في نفس الوقت نحن نطالب الإمارات أيضا أن طالب الإمارات أن تدرك أن الشعب اليمني لن يعود لما قبل 2011 وكذلك على حزب الإصلاح أن يدرك أن الشعب اليمني لن يعود لما قبل 2014 وعلى الحراكة الكنوبة أيضا أن يدرك أنه لن يعود اليمن إلى ما قبل 90 اليمن له رؤية للمستقبل يجب أن يلتف الشعب كامل من أجل إنجاز هذه الرؤية مشروع واضح هذه ليس له قبيلة هذه عنده مشروع لم يضع حتى الآن أنه لديه مشروع أسري وليس لديه مشروع قبيلة وليس لديه مشروع لمحافظة معينة هذه لديه مشروع وطني ويجب على كل القوات السياسية أن تنخرط فيها على هذا الأساس تحت هذا المشروع الوطني المتعلق بالمستقبل ضامن لكل حقوق اليمني من جميع الطيارات والاتقاد نعم وربما هذا كان ما نص عليه مخرجات للحوار الوطني أستاذ منصر صالح الآن منذ عودة الرئيس كان هناك قرار بدمج جميع الفصائل وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت وزارة الداخلية برأيك لماذا تأخر هذا الدمج إلى الآن كان الأمر هذا مطروح من البداية لكن هناك قواء عملت على تعطيله هي في إطار الشرعية القوات المقاومة القنوبية صاحبة الفضل في تحرير المحافظات القنوبية قوات الأمن العام في عدن التي كانت صاحبة الفضل في تحرير عدن من الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية كل هذه القوات تعرضت لحرب شعواء من قبل الحكومة وهذه كانت واحدة من نقاط الخلاف مع الحكومة أنها عملت على محاربة القادة وقيادات المقاومة القنوبية والمقاتل المقاومة القنوبية وعملت على عزلهم بحيث أنه حتى رجال الأمن في فترة من الفترات كان هناك خمسة آلاف جندي في أمن عدن فوقوا في لحظة استلام الراتب أن هناك خمسة ألف اسم من خارج الأسماء التي تم الرفع بها بداية وكان ذلك جزء من الحرب التي وقهت لقوات المقاومة القنوبية والقوات القنوبية مطالب دمج وتسويت أوضاع مقاتلي المقاومة القنوبية كانت مطالب من المقاومة منذ وقت مبكر لكنها تعرضت لعمليات التفاف للأسف تسببات في إحداث شرخ نحن جميعاً وكل القوى الوطنية الموجودة والشارع القنوبي يطالب بتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة وغرفة عملية واحدة لكن ينبغي أن تكون بنوايا صادقة نوايا هدفها الحفاظ على الأمن والاستقرار نوايا صادقة من من؟ نوايا صادقة من من؟ ربما بحة أصوات الشرعية وهي تنادي بهذا المطلب نعم بحة أصوات الشرعية وهي تنادي بتنفيذ هذا المطلب لكن من يقف اسمح لي أكمل سؤالي من يقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا القرار أو الهدف الكبير بالنسبة للشرعية والداخلية في المحافظة المحررة وعداً على وجه التحديد وهو الحزام الأمني والفصائل المسلحة التي تعمل خارج نطاق الدولة نعم لأن هناك الفكرة أنه كانت النوايا السيئة لا أقصد دعني أكمل لا أقول أنا نعم لكن أقصد لأن النوايا السيئة من قبل الحكومة كانت واضحة كانت هناك عملية التفاف لإفراغ هذه المؤسسات ولإضعافها ولتشتيتها في أكثر من اتقاه العملية كانت واضحة لم نكن سواء بحاجة لتثبيت هذه القوات لتتسلم المهام الأمنية في مناطقها لتتسلم أيضاً المهام العسكرية في الجمهات وليس للتفاف عليها وإفراغها وعملية القضاء عليها بصورة ممنهجة كما كان واضحاً المقاومة الجنوبية ما هي طريقة القضاء التي يتم القضاء على هذه الفصائل وهم يطالبون بانضمامهم تحت مظلة وزارة الداخلية ومدير الأمن الذي يرأسه شلال شائع الذي هو جزء من المجلس الانتقالي الجنوب شلال شائع هو مدير أمن عدن وهو خاضع لوزير الداخلية وهو علاقات مستمرة بالوزير لا يمثلكم شلال شائع حتى وزارة الداخلية يبدو أنها في فترة طيب إجابة فقط شلال شائع لا يمثل المجلس الانتقالي اللواء شلال شائع ليس لا يمثل المجلس الانتقالي اللواء شلال شائع هو قائد عسكري عين بتعيين بقرار جمهوري من رئيس عبدالرب منصر هاتي وهو جزء من هيكل وزارة الداخلية هي الإشكالية كما أشرت هناك كانت نوايا مبيتة باتقاه القضاء على قوام القوات الأمنية والعسكرية وقوات المقاومة بإفراغها من محتواها والالتفاف عليها والعودة بقوات أخرى لتعيد احترال الجنوب مقددا لكن هذه الأمور كان هناك تربلها منذ البداية حين نتحدث في فترة من الفترات كان هناك من يتحدث أن الجزء الأمنية خارج السيطرة وأن لديها عمليات وأن لديها سجون سرية وأنها تمارس القمع هذه الأمور كانت واضح من البداية أنها عملية ابتزاز للتحالف العربي والمقاومة القنوبية والمجلس الانتقالي القنوبي لكن حين تم اللقاء بين الرئيس عبدالرب منصر هاتي وزيارة وزير الداخلية إلى الإمارات وتسويت كل الأمور شاهدنا هناك تغيرا مالحوظا وتحسنا في الخطاب وآخرها كان خطاب أو تصريح نائب وزير الداخلية الذي نفع وجود السجون السرية تصريح وزير الداخلية الذي قال أيضا أن كل السجون السرية باتت تحت سيطرة وزارة الداخلية نعم وزير الداخلية نعم أستاذ منصور طيب وزير الداخلية لم ينفي عن وجود سجون السرية ولكنه قال مؤخرا بأنها الآن خضعت للسلطة الشرعية أنت هل تعترف بأن هناك سجون سرية وتمرس الانتهاكات ضد أبناء الجنوب وبإشراف مباشر من الإمارات وأدواتها الحزام الأمني وغيرها من الفصائل المسلحة في عدن لا أفهم كلمة اعتراف إذا كنتم في موقع المتهم سأعترف لكن المسألة هي ليست وجود سجون سرية هناك حملها شعواشا حزب الإصلاح وقواته وذبابه الإلكترونية والمنظمات الحقوقية التي كان يتم تمويلها للأسف من الحكومة للرفع بتقارير سرية مغلوطة ضد الحقوقية في المنظمات الدولية وعبر أسأل إعلام منها قناة القزيرة وحتى للأسف قناة بلقيس وعلى زم القوات الأخرى التي كانت تشن حملة شعوى باتقاه التشهير بموقف قوات التحف العربي التشهير بموقف قوات أمن عدن وبالحزام الأمني وكان من ضمنها أستاذ منصور أعتقد أنت الآن أستاذ منصور سمح لي أنت الآن ربما بهذا الاتهام تناقض كلامك وحضورك الآن وأنت متواجد معنا على الهوام باشا وتقول ما تريد قناة بلقيس كانت منذ اليوم الأول لانطلاق معركة تحرير عدن وكل المحافظات ومعركة اليمن ضد الإنقلابين وهي تغطي بمهنية عالية وأعتقد لم ننشر أي خبر ولم نتعاطى مع أي خبر سواء في إيتامات إلا عن حقائق وأخبار تناولناها بكل مهنية وحيادية أخي بشير نعم طيب اسمح لي أن أعود للأستاذ فؤاد عامر لا لا أنا أتكلم نعم اسمح لي أن أعود للأستاذ فؤاد عامر أستاذ فؤاد إذن الأستاذ منصور يقول بأن السبب في عدم إدماج الحزام الأمني أو الفصائل التي تعمل خارجين طاقة الدولة تحت مضلة وزارة الداخلية رغم التوجيهات الصريحة والتقارب الكبير الآن بين الشرعية والإمارات أن هناك الطرف الشرعية يريد إفراغ هذه الأجهزة من مضمونها من أجل أن يعود لإحتلال الجنوب وأيضا مدير أمن عدن شلال شايع لا يمثل المجلس الانتقالي ولا علاقة له بذلك هو يتبع الرئيس هادي وهو مدير أمن معين من الرئيس هادي ما رأيك نعم هذا منطق متهالك في الأخير يعني التحرير تحرير منطقة معينة لا يعطي سك يعني وشيك أبيض بأنك يعني تبقى مهيمن على هذه المنطقة وإلا مثلا كنا بنفس المنطق سنقول لنا حزبا ليصلاح من حقي أن يسيطر على مارة بأن يسيطر على تعيز باعتباره أنه لديه قوة أو مهيمن سواء يعني باعتباره شريك أساسي أو من ساهم في التحرير أو مثلا طارق صارح إذا حلر مثلا الصيحة الغربي سنقول أنه من حقه أنه يسيطر وبالتالي تشغيل بلد يعني الدولة يعني هذا تفكير بمنطقة بمنطقة الجماعة والعصابة وليس بمنطقة الدولة الحديثة منطقة الدولة الحديثة يجب أن يقوم على أساس أن تكون هناك مؤسسية أن يكون هناك هيراركية أن يكون هناك هرامية معينة في المؤسسة العسكرية والأمنية هذا ألف با دولة حديثة يعني والدولة الحديثة هي التي تحتكر العنف بحسب التعبير الكلاسيكي لماكس فيبر وجميع أرث الدولة النظرية والعملية للدولة الحديثة في الوقت الحالي وبالتالي هذا المنطقة الذي يقول أنه شارك في التحرير وبالتالي أنا لا تستطيع أن تقوم بالدفع بهذه الحقة وتكون لك حق معين على منطقة معينة وتحاول أن تقرد المناطق الأخرى وبالتالي على الحركة القنوبي أن يفكر بمنطق آخر هذا المنطق الآخر أن يطالب من داخل الشرعية بأن يعني أن يقول أنا معترف بالشرعية بمشارعية الرئيس هذه بمشروع مخرجة الحوار الوطني واضح في مشروعي وبالتالي لكن مشكلتي يا رئيس هذه أن هناك تمدد للإصلاح في مؤسسات معينة أنا لا أثق في المؤسسات الأمنية هذه لا أثق في المؤسسة العسكرية التي قد ربما تكتح القنوب مرة أخرى وبالتالي يجب أن يكون هناك معايير مهنية وطنية المجلس الانتقالي أستاذ فؤاد المجلس الانتقالي مطلب واضح وربما هذه الفترة يعني يتعاطى مع الشرعية لكنه مطلبه ويرفع شعار الانفصال هذا مطلب وهمي في الوقت الحاضر للظرف الإقليمي يعني نحن الآن نتحدث عن المجلس الانتقالي هناك مكونات كثيرة رأينا حرك موجود في داخل المهرة رأينا كيف حضرموت يقولون إذا كنا سنعود إلى قبل عام تسعين سنعود نحن إلى قبل عام سبعة وتسعين علاقة مع عام سبعة وتسعين رأينا في سقطرة كيف يرفعون شعار يعني شعار الجمهور اليمني رأينا قبل ذلك أيضا في داخل الشبوة كيف أنه مثلا أثناء مؤتمر الحوار الوطني منطقة اسمها أو مدير اسمها الواحدة تريد أن تكون لوحدها محافظة أو إقليم بعيدا عن إقليم حضرموت وبالتالي في القنوب دائما هناك مشكلة جهوية مناطقية داخلية يعني تاريخيا في القنوب هناك مشكلة جهوية ومناطقية وفي الشمال مشكلة سلالية وفي جميع الأحوال لن يتمكن القنوب من التغلب على مشاكل الهوية إلا بمساعدة من داخل الشمال والشمال أيضا لم يتخلص من السلالة الهاشمية العنصرية ومشروعها السلالي والإمامي إلا بمساعدة من داخل القنوب وبالتالي وفق هذا الإطار الوطني العام. يمكن أن نتحدث هناك سقف سيرضي جميع الناس. أما فكرة الانفصال في الوقت الحالي. رأينا ما هو موجود الآن في داخل كردستان. رأينا ما هو موجود حتى في داخل كتالونيا. الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة كلهم وقفوا بشدة ضد الانفصال. الروسيا لديها أقليات وقمهوريات. لا يمكن أن تقف. لا يمكن أن تعترف بأي شكل من الأشكال مع موضوع الانفصال. الصين لديها أقليات وبلد متعدد بشكل كبير جدا. وبالتالي إذا كان هناك نوع من العقل وليقب أن يكون هناك مطالب. ننزل شوية من السماء. ننزل شوية ونطالب بما هو معقول. فكرة الانفصال. فكرة مستحيلة حتى وإن تمت السيطرة على الأرض. هناك في حدود خمس أو ست كيانات موجودة الآن في داخل العالم. موجودة مع لنا أنها دولة. لكن لم يعترف فيها أحد. والعالم لن يعترف فيها. وبالتالي هذا حل مستحيل على الأقل في الظرفية الحالي. طيب أستاذ فؤاد. السؤال بالعودة إلى موضوع الرئيس والضغوطات التي يتلقاها. سواء عن طريق الإمارات أو أدواتها في الجنوب. مثلا بالمجلس الانتقالي الجنوبي. برأيك أين تقف السعودية من كل هذا الحراك والضغوطات ويعني الخلافات؟ أستاذ فؤاد. السؤال لك نعم. أعيد السؤال لما أسمعه. أين تقف المملكة العربية السعودية من كل هذا الخلاف الحاصل والشد والجد بين الإمارات والسعودية في المحافظات المحررة وفي عدن على وجه التحديد؟ نعم. كما قلنا المملكة العربية السعودية هي مثل ما أثرت في البداية. هناك قراءتين. هناك تخوف معين من الشرعية. من شرعية الرئيس هادي. بسبب أن هناك كما قلت تيار معين حاول أن يتوسع بشكل كبير. بالشكل الذي أخاف السعودية وأخاف أيضا الإمارات والسعودية. لا يمكن أن نتحدث عن خلاف فعلا ما بين السعودية وداخل الإمارات. هم منساجمين. لكن السعودية تبقي نفسها دائما. كمرقع أخير لحل النزاعات ما بين مختلف الفصائل في داخل اليمن. وأيضا ما بين الشرعية وداخل الإمارات. وبالتالي هناك نوع من الانسجام. ومن مصلحة السعودية أيضا. أعتقد أن السعودية موقفها أكثر تقدما في هذه الناحية. من حيث دعمها للرئيس هادي. ومن خلال أيضا أنها كانت رعي للمبادرة الخريجية ولمخرجة الحوار الوطني مع الدول العاشر. لكن لم تستطع حتى الآن أن تمارس ضغوط كبيرة على الإمارات وعلى الحراك وعلى بقية الفصائل لكي ينظون في هذا المسار الذي تم تحديده مسبقا. نعم. أستاذ منصور صالح. هناك من يقول بأن المجلس الانتقالي دائما ما يقدم نفسه ورقة وأدى بيد الإمارات بحسب درجات الطقسة الإماراتية. متى ما أرادت الإمارات أن تقول له تؤيد الشرعية وتواجد الرئيس يفعل. ومتى ما أرادت عكس ذلك يفعل. لماذا يصر المجلس الانتقالي أن يقدم نفسه بهذه الصورة؟ هذا يبدو ربما المفهوم الخاطئ الذي يقع فيها بعض خصوم المجلس الانتقالي الجنوبي الذين يحاولون بطرق يائسة ويشفق عليها التقليل من المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي الجنوبي هو مفوض شعبيا في الرابع من مايو لحمل ويكون رافعة سياسية للقضية الجنوبية. وهو يدير العملية السياسية بحنكة كبيرة وباقتدار ربما يحسده عليه خصوبة. لذلك هو يتعامل بواقعية وبمسؤولية مع الأحداث ولا يديرها بشكل ارتقالي ولا بشكل عفوي بحيث يكون معرض للأخطاء أو للانتكاسات. كل تصرفات المجلس الانتقالي وقراراته تتخذ بترون وبمسؤولية عالية تستوعب الواقع والظروف المحيطة حتى أنه في بعض الحالات ربما يقصو على ذاته وربما أيضا يحاول أن يمتص غضب الشارع أو باتقاه بعض القضايا وبعض المقابل بحيث يتعامل بمسؤولية مع الأحداث في المقابل أيضا هناك من يقول أستاذ منصور اسمح لي أنه انتهى الوقت ولكن فكرة فقط بسيطة هناك أيضا من يقول من أبناء الجنوب بأن المجلس الانتقالي يصر على تقديم نفسه بأنه هو الراعي والمسؤول الأول على القضية الجنوبية بينما هناك فصيل كبير جدا والشارع الجنوبي يعني ربما لا يعترف حتى بالمجلس الانتقالي ويؤيد الشرعية بشكل واضح سؤال أخير فقط للأستاذ فؤاد عامر إذن كيف تتوقع أستاذ فؤاد الآن مستقبل العلاقات بين الشرعية والإمارات وأيضا التحالف بشكل عام هل ستؤيد بقاء الرئيس في عدن وممارسة شرعية من عدن ودعم تواجده والحكومة أم لا نعم الإمارات ستقوم بهذا الشيء لكن في الأخير أيضا هناك خطوات يجب أن تفهمها الشرعية وهي لا تحاول أن تقدم نفسها كمظلة لاختراق من خلال تيار معين يجب على الشرعية أن توسع بيكار علاقتها وأن توسع استيعابها لكثير تعمل على تمثيل أكثر لجميع الكيانات الأخرى الموجودة بحيث أن الشرعية تظهر بأدواتها الدبلوماسية وأدواتها السياسية أيضا وأدواتها ومؤسساتها السيادية مثل الجيش مثل القضاء مثل الأمن هذه كلها بأنه ليس هناك سيطرة معينة في هذا الوقت يمكن أن نسقط الحق أيضا يعني هناك عمل كما قلنا في البداية على الإمارات أن تتراجع خطوة إلى الخلف ومن وراءها السعودية أيضا وأيضا على الشرعية وحزم الإصلاح تحديدا يجب عليهم أيضا أن يقدلوا بعض التنازلات لكي نصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراب أشكرك الناشط السياسي والكاتب فؤاد عامر كنت معنا عبر السكايب من فرنسا والشكر أيضا لنائب رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي الأساذ منصور صالح ختام هذه الحلقة تقبل وتحايا موعد هذه الحلقة الزميل أسامة القطيبي كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاحر بنفس الموعد ونفس الزمان السلام عليكم اشتركوا في القناة